الآن دعونا نتكلم عن Semantic Rules of Subject زين المحاضرة السابقة اللي شرحتها عصب وراء أنا تكلمت بها عن Semantic Rules of Subject الآن أنا راح أحكي عن الـ Object هو شن الـ Object أصلاً؟ الـ Object معناه أن أنا راح أحكي عن شاكو شي يجي وراء الفعل قسا هذا مو Drop هذا فعل بإيدي اللي راح أحكي عنه هو هذا طيب هذا اللي هو مفعول به شن هي الأدوار اللي ممكن يشغلها؟ شن هي الأدوار اللي ممكن يأخذها؟ تعالوا قلوا من أحكي عنها؟ طيب أول دور وهو دور الـ Effective شن يعني دور الـ Effective؟ يعني هو متأثر شن يعني متأثر؟ يعني معناها هو اللي راح يتأثر وراح يتضرر هو اللي راح يتأذى هو اللي راح يقع الفعل عليه هو ما يقع الفعل عليه فأقول بتبقى ما يقع الفعل؟ ما يقع الفعل؟ قبل أنه هكذا قبل أنه تحضرر أقع الفعل؟ قبل أنك تحضرر قبل أنك تحضرر الابجكت مايقلي اوبجكت اصلا جرلي خاط جواه خلص انا كده عرفه اوبجكت شون عرفته اوبجكت لانه جاي بعد الفعل فراح اقول علي شنو اهنا راح اقول علي وهو هنا افكتد لانه هو اللي يتضرر طيب قوش حدشي طيكم مثال اخر طيكم مثال اخر طيب خلينا نقول علي بروك ذا دور يعني علي كسر الباب الباب هناش بيه الباب هو رجال مسكين يعني يعني هو اللي ينهيجه من بيته لذلك الباب راح يشغل محل او راح ينعتبره هو انه افكتد مفعول بي افكتد طيب مثال اخر باور و بوعو لي هنا. شوفوا شي اللي يقول. يقول ايضا المشيسة التي اضحوا من الصباح المفعل. طيب مرات يكون عندي الفاعل والمفعول به يعودون على نفس الشخص. خلينا اوضح لكم كثير. We fought يعني معناها احنا تشاجرنا شجار عنيف او شجار قوي او شجار جيد خلينا نقول خلينا نقول شجار يعني منافسة شريفة شو ما نقول احنا الان الفوت جاية من fight نفس الفعل لذلك هذا راح اقول علي انا افكتد visited a visited we sing a song غنينا اغنية طبعا هنا في هاي الحالة راح يكون افكتد طبعا لو جاءت على المعنى يعني الاغنية هنا هي المتأثرة الزيارة هي المتأثرة يعني نفس الحالة الاولى نفس الشي مثلا هنا السومريين اخترعوا الكتابة الكتابة ما وقع عليه الفعل احمد برايك دور احمد كسر الباب اذا الباب هو ما وقع عليه الفعل سومريين اخترعوا الكتابة الكتابة هي ما وقعت عليه الفعل طيب الغاز يسبب انفجارات الانفجارات هي ما وقعت عليه الفعل اللي بعض ممكن يكون ايضا المفعول به ممكن يكون الفعل و بهذه الحالة راح يدل على مكان ويفزيتد فرنسا باين ذاك وين فرنسا مكان ما بيه اي مشكلة فلذلك راح نعتبره هنا انه لوقاتيب طبعا الافعال اللي نلقاها بهاي الحالة هي دائما افعال تدل على الانتقال مثل تيرن ليب فركزولي على هاي الافعال الافعال دائما تأخذ محل لوقاتيب يعني اذا اجتنا هاي الافعال فرح اعتبر الفعل الكلمة اللي راح تجي بعدها مفعول به لقاتيب لا نحن عن المفعول به احنا طيب هسا راح نجعله الريسيبنت الريسيبنت انا راح اسميها باللغة العربية المفعول به المستفيد يعني مفعول به راح يحصل فتفائدة معينة اي فاوند يو بليس لقيت لك مكان ماي ماذر ميد مي ادنر المي واليو هنا اعتبر انا رسيبنت ليش لاني انا امي سوت لي عشي اشتركوا في القناة